على وقع الهاونات وأصوات الرصاص تعقد اللجنة العسكرية المشتركة في الحديدة أول اجتماعاتها برئاسة الجنرال الهولندي باتريك كامير لجنة إعادة الانتشار التي تضم ممثلين عن الحكومة الشرعية وميليشي الحوثي من أجل تنفيذ أولى خطوات اتفاق السويد بشأن الحديدة وترتيب الانسحاب من الموانئ ومدينة الحديدة أيضا غير أن ما يلوح في أفق الأزمة يحمل الكثير من التناقضات والأسباب التي قد تحول دون تحقيق أي منجز على الأرض فقد أعلن الحوثيون عبر تصريح أطلقه وكيل محافظة الحديدة المعين من قبلهم أن تسليم ميناء الحديدة ليس مطروحا أبدا وهو ما عده مراقبون خرقا سياسيا لاتفاق الحديدة برمته غير أن هذا الخرق يأتي تتويجا لخروقات ميدانية كثيرة إذ تقول المصادر إن اشتباكات بمختلف الأسلحة شهدتها الأجزاء الشرقية من مدينة الحديدة ما زالت الخروقات من مليشيات الحوثي ما زالت قائمة إلى يومنا بصواريخ الكاتوشة وبالقضاء في الهون على قرانا وعلى مزارعنا وما زالت مزارعنا إلى اليوم مزارع التحيطة ومزارع الجاه ملبدة ومزرؤة بالألغام والعبوات الناسبة نهيك عن قصف مدفعي طال حي المنظر في مديرية الحوك جنوب مدينة الحديدة وبحسب عسكريين فإن القصف طال أيضا عددا من القرى والأحياء في محيط ومداخل المدينة خروقات سياسية وعسكرية تكاد تأيد أول سلام مأمول وجزئي رغم دعوات رئيس فريق الأمم المتحدة المكلف بالإشراف على تنفيذ الاتفاق الذي أكد أن الخطة الزمنية ضيقة للغاية ويجب على الأطراف الإفاء بالتزاماتها بالهدنة عبد العزيز جباري عضو فريق المشاورات كان قد صرح لقناة بلقيس أن الاتفاق حدد انسحاب ميليشيا الحوثي في السادس والعشرين من هذا الشهر ولفت جباري إلى أن الاتفاق ينص على خروج الحوثيين من الحديدة بشكل واضح وجلي وأكد أن المجتمع الدولي تعهد بخروج قوات الميليشيا من المدينة وموانئ الصليف ورأس عيسى تمهيدا لخروجهم من المحافظة بشكل عام فهل سيتم الالتزام بالجدول الزمني للانسحاب؟ أم أن خروقات الميليشيا قد تهشم وجه السلام في الحديدة؟